السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم أمية مجنسي مدرست الصف الثاني لإعلاق تحت إشراف أستاذ صبري محمد النهاردة عندنا أول درس من دروس النحب وهو المعرب والمبني درس المعرب والمبني من الدروس الهمة جدا اللي بتنفعنا في الإعراب في كل المراحل الدراسية المعرب والمبني أولاً هنبدأ بالتعريف كلمة المعرب وهي تغيير آخر الكلمة بتغير موقعها في الجملة أي أن الكلمة المعربة يتغير شكل آخرها أو يتغير تشكلها بتغير موقعها الإعرابي مثل محمد طالب متفوق أو إن محمداً طالب متفوق ذهبت مع محمداً لو ركزنا في الأمثلة حلاء إن كلمة محمد جاءت على ثلاثة أشكال محمد ومحمداً ومحمداً ده التغيير إن الكلمة يتغير شكل آخر لذلك كلمة محمد هي كلمة معرب أما البناء هو ثبات ما لم يتغير آخره بتغير موقعه في الجملة يعني الكلمة ثابتة مهما تغير إعرابها وموقعها في الإعراب حنجد أن الكلمة ثابتة مثل هذا طالب متفوق أو إن هذا الطالب متفوق أو ذهبت مع هذا الطالب لو ركزنا مع كلمة هذا حاجة أن الكلمة هذا سواء كانت مبتدأ أو اسم إن أو مضاف إليه حلاء إن الكلمة في كل حالتها الإعرابية ثابتة هذا 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 المبني من الأفعال الأفعال الماضية والأمر دائماً مبنية أما الفعل المضارع إذا اتطلت به نون النسبة أو نون التوكيد يبنى أي أن الفعل المضارع في أحواله الباقية معرض أما عند اتصاله بنون النسبة أو نون التوكيد يكون مبنياً الفعل الماضي دائماً مبني والفعل الأمر دائماً مبني علامات بناء الفعل الماضي إمتى أقدر أقول إن الفعل الماضي مبني على الفتح؟ وإمتى أقول إن الفعل الماضي مبني على السكون؟ أو مبني على الضوء؟ هنبدأ نعرف أحوال بناء الفعل الماضي أولا يبنى الفعل الماضي على الفتح إذا لم يتصل به أي ضمير أو إذا اتصل به ألف الاثنين أو تاء التأنيس يبقى ثلاث حالات بيبنى فيهم الفعل الماضي على الفتح عندما يتصل به ألف الاثنين أو تاء التأنيس وإذا لم يتصل به أي ضمير مثال على ذلك كتب الطالب الدرس كتب فعل ماضي مبني على الفتح كتبا الدرس أو الطالبان كتبا الدرس هنا الفعل الماضي مبني على الفتح لاتصاله بألف الاثنين كتبت الطالبة الدرس اتصال الفعل بتاء التأنيف يجعل الفعل مبني على الفتح تاني حالة من علامات بناء الفعل الماضي هو بناء الفعل الماضي على الضم يبنى الفعل الماضي على الضم إذا اتصل به واو الجماعة مثال الجنود انتصروا في المعرفة انتصروا فعل ماضي مبني على الضم لاتصالوا بواو الجماعة ثالث حالة وآخر حالة من بناء الفعل الماضي هي بناء الفعل الماضي على السكون يبنى الفعل الماضي على السكون إذا اتصل به تاء الفاعل أو نال فاعلين أو نون النسوة أمثلة لعبت الكرة أو لعبنا الكرة أو الفتيات لعبنا الكرة في الثلاث أمثلة حاجة أن الفعل مبني على السكون لاتصاله بتاء الفاعل أو نال فاعلين أو نون النسوة ثانياً علامات بناء الفعل للأمر الفعل الأمر يبنى على ما يجزم به مضارعه أول حالة من علامات بناء الفعل الأمر هي بناء الفعل الأمر على السكون يبنى الفعل الأمر على السكون إذا كان الفعل صحيح الآخر مثل اذهب وقرأ وعلم ثانياً حالة من حالات بناء الفعل الأمر على السكون هي إذا اتصلت به نون النسوة مثل اكتبنا وعلمنا وساعدنا ثانياً حالة من بناء الفعل الأمر هي بناء الفعل الأمر على الفتح وفي هذه الحالة إذا اتصلت به نون التوكيد مثل أعلمنّا وساعدنّا حالة من بناء الفعل الأمر هي بناء الفعل الأمر على حذف حرف العيلة وهذا يحدث إذا كان الفعل الأمر معتل الآخر مثل إسعى وقضي ونجوب نحذف حرف العيلة ونضع بدلا منه تشكيل يساوي الحرف المحذوف يعني عند حذف حرف الألف نضع الفتحة على الحرف الذي يسبقه عند حذف حرف الياء نضع كسرة على الحرف الذي يسبقه عند حذف الواو نضع ضمة على الحرف السابق له رابح حالة وآخر حالة من بناء الفعل الأمر هي بناء الفعل الأمر على حذف النون يبنى الفعل الأمر على حذف النون إذا اتصلت به يواوي الجماعة أو ألف الاثنين أو ياء المخاطب أمثلة حافظوا على الصلاوات والصلاة الوسطى حافظوا فعل أمر مبني على حذف النون اذهب إلى فرعون اذهب فعل أمر مبني على حذف النون لاتصاله بألف الاثنين فقولي إني نظرت للرحمن صومة فقولي فعل أمر مبني على حذف النون ثالثا علامات بناء الفعل المضارع الفعل المضارع دائما معه إلا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد وفي حال اتصال الفعل المضارع بنون النسوة يبنى الفعل المضارع على السكون أما إذا اتصل به نون التوكيد فيبنى الفعل على الفتح يبنى الفعل المضارع على الفتح إذا اتصلت به نون التوكيد الخفيفة أو الثقيلة مثل والله لأحكمن بالعدل أحكمن فعل مضارع مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيل ويبنى الفعل مضارع على السكون إذا اتصلت به نون النسوة مثال النساء يطالبن بحقوقهن يطالبن فعل مضارع مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة وبكده يبقى أخذنا حالات بناء الفعل سواء كان الفعل الماضي أو المضارع أو الأمر ودلوقتي هنبدأ في إعراب الأفعال واتفقنا أن الفعل المضارع هو الفعل الوحيد المعرى وحالات إعراب الفعل المضارع يأتي الفعل المضارع إما مرفوعا أو منصوبا أو مجزوما فيأتي مرفوعا إذا لم يسبقه أي أداء من أدوات النصب أو الجذم ويأتي منصوبا إذا سبق بأحد حروف النصب وهي أن، لن، كي، حتى، لام التعليم ويأتي مجزوما إذا سبق بأحد حروف الجذم وهي لم، لن ناهي، ولام الأمر أو إذا سبق بأداء من أدوات الشرط إن من، ما، مهما، متى وأي مل عند إعراب الفعل المدارع نجد أن الفعل المدارع له علامات إعراب أصلية وعلامات إعراب فرعية علامات الإعراب الأصلية هي الضمة في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والسكون في حالة الجزم أما علامات الإعراب القرعية هي ثبوت النون في حالة الرفع وحسف النون في حالة النصب وحسف النون أو حسف حرف العلة في حالة الجزم الفعل من الأفعال الخمسة يعرب بثبوت النون في الرفع وحسف النون في النصب أو الجزم أما الفعل المعتل الآخر يجزم بحسف حرف العلة ثانيا المبني من الأسماء الأسماء كلها مبنية إلا الضمائر سواء كانت منفصلة أو متصلة وأسماء الإشارة مثل هذا هذه هؤلاء ذلك وتلك وأولئك الأسماء الموصولة الذي، التي، الذين، اللائي، واللاتي، ومن، وما أسماء الاستفهام من، ما، متى، أين، كيف وكم أسماء الشرط مثل متى، أين، ما، مهما، من وبعض الظروف مثل منذ، حيث، أمس، الآن، إذ، وإذا هذه الأسماء مبنية هذه الحالات هي حالات بناء الأسماء أما باقي الأسماء فهي معربة نظم الأسماء معربة، ولكن علامات الإعراب في الأسماء تنقسم إلى نوعين علامات إعراب أصلية وعلامات إعراب فرعية الضم في حالة الرفع والفتحة في حالة النصب والكسرة في حالة الجر هي العلامات الأصلية للأسماء أما العلامات الفرعية للإسم الألف في رفع المثنى والواو في رفع جمع المذكر الثالث والأسماء الخمسة الياء في نصب المثنى وجمع المذكر الثالث والألف في حالة نصب الأسماء الخمسة والكسرة في نصب جمع المؤنث الثالث والياء في جر المثنى وجمع المذكر والأسماء الخمسة وخلي بالي أن الكسرة هي علامة أصلية في الجر وإذا جاءت في النصب فهي علامة فرعية ملاحظات همة هذان وهاتان من أسماء الإشارة ولكنهما معربتان أي أنهما تعرب إعراب المثنى ترفع بالألف وتنصب وتجرى باليال كذلك اللذان واللتان من الأسماء الموصولة ولكنهما معربتان تعرب إعراب المثنى ترفع بالألف وتنصب وتجرى باليال أي سواء كانت اسم شرط أو اسم استفهام فهي معربة بعض الأسئلة على المبني والمعرب حول الاسم المبني إلى اسم معرب هذه الطالبة التي تحترم معلمتها فين الأسماء المبنية؟ أنا حلاقي هذه اسم مبني والتي اسم مبني عشان تتحول لأسماء معربة لابد أن أحولها إلى حالة المثنى لكي تكون هذه الأسماء معربة هاتان الطالبتان اللتان تحترم معلمتهما هذا رجل كريم لتحويل الاسم المبني إلى اسم معرب لابد من تحويل الاسم إلى المثنى هذان رجلان آخر نوع من أقسام الكلمة هو الحروف كل الحروف مبنية وليس لها محل من الإعراب فالحروف لا تحمل معنى بداخلها ولكن يتمل معناها بما بعدها ولذلك ليس لها محل من الإعراب وأمثل على بعض الحروف التي تم دراستها حروف العطف، حروف الجرد، وحروف نصف الفعل المضارع، وحروف جزم الفعل المضارع، وحروف الناسخة، وحرف الشرط نقدر نقول أن المعرب والمبني خاص بالاسم والفعل والحرف الاسم دائما معرب إلا ستة حالات اللي اتكلمنا عنه والفعل كله مبني توقع كان ماضي أو أمر والمضارع إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد الفعل المعرب الوحيد هو الفعل المضارع الذي لم يتصل به نون النسوة أو نون التوكيد أما الحروف كلها مبنية ولا محلة لها من الإعراب وبكده تبقى خلصنا الدرس أتمنى أن تكونوا مستفدتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته